بسم الله الرحمن الرحيم ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يعني شرع عليكم بأن يقتل القاتل قصاصا لأن الشرائع تكتب في القتل جمع قتيل ولكن يلزم تحقق مجموعة من الشروط في هذا القصاص ومنها التكافؤ بين القاتل والمقتول الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى يعني الحر بمقابل الحر بدلا منه والعبد بمقابل العبد والأنثى تقتل بمقابل الأنثى فمن عفيا له من أخيه شيء فالقاتل الذي عفيا له من قبل أخيه شيء أخيه يعني ولي المقتول وقد سمي أخا للقاتل استعطافا شيء يعني حق بأن ترك ولي الدم القصاص وعفى عن القاتل واستبدله بالدية أو عفى عن بعض الدية وطالب بعضها فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان يعني الواجب على الطرفين مراقبة الله تبارك وتعالى في الأخذ والإعطاء فمن طرف ولي الدم اتباع بالمعروف يعني يتبع القاتل بالمعروف فلا يشدد على القاتل بطلب الدية بل ينتظر ميسوره إن كان عاجزا أما من طرف القاتل وأداء من القاتل الجاني إلى العافي وهو ولي الدم بإحسان من غير مماطلة وتصعيب إن كان قادرا على الأداء فمثلا إذا قتل زيدون والد بكر ثم عفى بكرون عن بعض الدية فعلى باكر أن يتبع زيدا لأخذ بقية الدية ولكن اتباعا بمعروف وعلى زيد أن يؤدي بقية الدية إلى بكر أداءا بإحسان فيحسن كما أحسن إليه ولي الدم بالعفو عنه ذلك تخفيف من ربكم ورحمة هذه الأحكام في باب القاتل بالمماثلة والتكافؤ والتخيير بين القصاص والدية والعافو والاتباع بالمعروف والأداء بالإحسان تخفيف على الناس من ربكم أو تخفيف عن ما كان عليه المشركون وغيرهم من البطش ونحوه ورحمة منه بكم يعني رحمة من الله تبارك وتعالى بكم فإن الله تبارك وتعالى كان يمكنه تشريع حكم أصعب وفي بعض التفاسير أنه كان لليهود الحق في القصاص أو العفو فقط دون الدية وكان للنصارى الحق في الدية والعفو فقط دون القصاص لكن الله تبارك وتعالى شرع للمسلمين حق القصاص والدية والعافو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يعني من تجاوز عن هذه الأحكام المقررة بأن قتل ثانيا أو ماطل في الأداء أو شدد ولي المقتول في الطلب فله عذاب أليم يعني مؤلم في الدنيا والآخرة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون تشريع حكم القصاص إنما هو لمصلحتكم ولكم في القصاص بأن يقتل القاتل عمدان حياة للمجموع لأنه من أسس قيام مجتمع سليم كما أن تشريع القصاص رادع قوي عن ارتكاب القاتل لأن كل من يفكر أنه لو قتل قتل ارتدع خوفا من القصاص إلا النادر فتشريع القصاص يسبب بقاء حياة الناس هذا بالإضافة إلى أن تشريع القصاص يوجب عدم تعدي أولياء المقتول على أقرباء القاتل فيهجم عليهم ويقتلوا منهم عددا كثيرا كما كان من المتعارف سابقا في زمن الجاهلية حتى ربما فنية القبيلة لأجل قتيل واحد بل الآن متعارف أيضا في كثير من المناطق المتخلفة يا أولي الألباب الألباب جمع لب بمعنى العقل الخالص أي من خلص عقله من الشوائب وهذه الشوائب إما تسويلات الشيطان أو الشبهات أو الهوى أو نحو ذلك فأصحاب العقول الخالصهم الذين يدركون أهمية القصاص وأن في تشريعه حياة عظيمة للمجتمع البشري لعلكم تتقون إراقة الدماء ظلما فقد شرع القصاص حتى تتقون القاتل وفي الحديث عن الإمام السجاد عليه السلام عباد الله هذا قصاص قتلكم لمن تقتلونه في الدنيا وتفنون روحه ألا أنبئكم بأعظم من هذا القاتل وما يوجب الله على قاتله مما هو أعظم من هذا القصاص قالوا بلا يا ابن رسول الله قال أعظم من هذا القاتل أن يقتله قتلا لا ينجبر ولا يحيا بعده أبدا قالوا ما هو؟ قال أن يضله عن نبوة محمد وعن ولاية علي بن أبي طالب صلى الله عليهما ويسلك به غير سبيل الله ويغريه باتباع طريق أعداء علي عليه السلام والقول بإمامتهم ودفع علي عليه السلام عن حقه وجحد فضله وأن لا يبالي بإعطائه واجب تعظيمه فهذا هو القتل الذي هو تخليد المقتول في نار الجهنم خالدا مخلدا أبدا فجزاء هذا القتل مثل ذلك الخلود في نار جهنم نعوذ بالله من ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين